لم يكن مستجدداً، و الجلسة أجلت مهار اثنين، إن شاء الله، جلستناً، لماذا؟ لأنه لديه قادية مع السيدة التي لديها المشكلة، الطرف الذي معنا الآخر، الذي يطارنا معه النزاع، هذا هو الذي لديه، لم يكن لديه شيء آخر، لا أعرف ما ذلك، قال لك أنه لا يقول ما هو، و لم يكن لديه شيء، لكن لم يكن لديه، لديه شيء، لكن لا يوجد ذلك، تنظروا، أنا أريد أن نعرف أي شيء آخر، ما هي حال الشيء، بحال شخص ينبسون أشياء مهارة، و لم يكن لديه حال، و لم يكن لديه شيء، و لم يكن لديه شيء من هذا الشيء، لا يوجد نعود، و إن شاء الله على حشومة، هذا يبدو أنه لا يوجد نوعاً، لن نبقى العائل قادية، نحن أخوته غرفة تبني فهمت؟ يعني حشومة يعني ربنا دمر ما عندوه الواليدين نرى الأب ديالو ركشوه ربسكين ماشي قادر يبقى هاز القفة في الحابس يعني ربنا دمر حشومة يعني لقيت ومطراعي وراعي وشوية وحشمه ربنا كي يجبد كما كي يهضل عليكم أنا كنوجي رسالة لديك سيد خويا ما بينو وبينك والو يعني الله يرحم لك الواليدين ما تفقاش تجبده يجبد ناس خرين عندك معاهم مشاكل خويا ريدا ما دير لك تشيموشكي قادرك تسمى حقره وتعده وما كيعرفوش ديما كي يجبدوا لا دخلتوا الوالطاش ديالو غالتقاوا ديما كيهضر على ريدا اسميوا السوسين فيديو غير على ريدا غير على ريدا كيهضر على ريدا لا كيهضر على ريدا لا نحن معاتش وراء الثلاث عني نحنا راء أنا مجوجة عندي عائلة راجلي أخويا مجوجة عنده عائلة مرتو يعني راح نرى كدرنا لكنكي شوفنا بنادم لابسين واقفين راء بزز منا نرى الداخل ديال نرى متدرين الناس أنا كنقول ليوم الله يرحم ليكم الوالدين بق ما تزيدوش دنب على الدن خليوا ولي عندكم يكفيكم وورا في السجن وغيتعاقب على هذا الشيليدار وغياخد العقبة ديالو والقانون نرى ما يضلموش يعني خليوا منو الهمو ومنو المشاكلو وبركلني فيه كافي ما يبقاش يزيد بنادم الله يرحم ليوم الوالدي لا كي تواصل مع ماما كي قولينا أنا بي خير كي ما تخلعوش عليا ما تفرقونيش أخوتي وإحنا رمعات الأخير نار في حياتنا ومعدنا ما غندير ومعدنا ما تفرقونيش أخوتي ومعدنا ما تفرقونيش أخوتي فهمت يا هادشي اللي غنقولك أختي كين أستاذي وما كين محمد يرين كين جوج محمد يرين أطرق الجنسك يدع تكشير بي خير ذك شي غادي في القانون ذك شي غادي قانوني ما تشي واحد ما شو ريدة شو الحالة ديالو بي خير الحمد لله كنشوفه يعني واقف بي خير مني ابنة دميني قاعدة كنشوف واحد السيد في مكينوت كي يوقف قدامه الصحافة كي بقى يدعو على ريدة بشي حاجة ورغم ذلك ريدة عمرو جابدو عمرو داويع لي عمرو معاييرو عمرو جابت سميتو حتى بالغالاك وهو كيدو على ريدة ريدة نوصل لكم واحد الحاجة ريدة الناس اللي كيدروا لي هادشي ريدة داك سيد غير يتيم رحنا غام ربينو احنا خود احنا غير متبين الام داك سيد يعني الناس يراعي وشوية داك سيدرا غايتيم راكين عندو غلقب ديالو احنا وكل مرة وشي قولك انا ما عارفش الصيفة ديالة سيدل كيدر صحة قاعد المواقع وليجيتو تشوفوا لاباش ديالو كامل عمرو غير بموضوع ريدة اكي داروري اختي غايقيسنا رايقيسنا ركن راب الغالات يقولك واحد كلمة خليك متنعسيش انا ما انقدرش رد عني ومشي كلمة لا تضرهم ولا تضرني شوف خلي ودك تدري منه الهمه ومنه المشاكله ومنه لدك شليفي حيث راباركة الله كي يغفر يعني ابنا دمي اخواني اخوتي السلام عليكم في الوقت اللي رفعت هيئة الدفاع ردع وتشنوية واحد متمس امام هيئة المحكمة الزجرة بمدينة الضر البيضاء بخصوص صراح المؤقت تحت ضمانات مالية مراعاة الظروف والحالة الصحية لولتشنوية بعد اصابته بمرض سكري حاد وخفض اكتر من 20 كيلو من الوزن دياله مضاعفات صحية وحالة نفسية مزرية لم تشفي رغبات وتوسلات عائلة واتشنوية بعد ما رفضت هيئة المحكمة الزجرية بعين السبع وتأجيل الجلسة الى جوج من شهر 12 وعليه عائلة واتشنوية وعائلة بنت عباس المعتقلين على خلفية السب والشتم والقدف المتبادل مصادر اللي هي مقربة اخونا اخوتي من العائلتين تشير الى ان الصلح في هاد المساء محاولات وتدخلات من المعارف العائلتين في محاولة لتسوية هاد الملف او هاد القضية اللي خلقت ضجة كبيرة جدا على اين ولتشنوية وعائلته بما فيهم ذيك الحاجة اللي الان كتعيش تايا حالة من الرعب الخوف لان الملف ديال ولدها والشنوية او هاد القريدة يعني راه خايفة على اساس شكاية اللي مازال يعني ما تمش استدعائهم بخصوص التجارة البشار القواداء وبزاف التهم المنسوبة لهاد العائلة راه الان هاد والشنوية راه متابعة غير في قضية واحدة دي السب والشتم وبزاف المسائل اللي عندها علاقة في هاد الملف وللاكيد ان الحكم اللي غيكون ما بين سنة الى سنتين على اين العائلة دي الواتشنوية اللي فعلا كيعيشوا اتعس ايامهم خصوصا مع قرب نهاية هاد السنة وحتى ان خروج بعض القنوات وكذلك تسريبات الاضيوهات اللي صراحة اخوان اخواتي هاد الاتهامات اللي تقدر توصل يعني العقوبة دياله الاكتر من ثلاثين سنة اكتر من ثلاثين سنة وحتى الاخت دياله وكذلك الام دياله الشنوية اللي غي تم متابعتهم بسبب تسطر على الافعال اللي كي يقوم بها الشنوية فهو الان تصاب مرض سكاري مضاعفات صحية حالة نفسية مزرية السيد يعني ما عرف باش تبلا لانه ما كانش يظهر انه غي يدخل للسجن بذكت طريقة لانه كان عفرسو انه محمي وكان انه عطي الفلوس شمس اولين انهم غي يحمي وما غي تخش نهائية للسجن في ظل يعني انه كيدير يعني غير واحد المحتوى يعني يعني كتعاطع مع الناس كلا اي لا فعلا اين فما بالك من غيت تم متابعته في قضية التجار بالبشر نقولوا يعني الصلح غيكون يعني الصلح غيكون يعني انه غيكون صراحة المؤقات والمتابعة دياله ستكون كافلة مالية مبلغ كبير سبعين مليون تمانين مليون لا اعلم انه هيئة المحكمة المدينة المحكمة ستقول الكلمة ها انه انه ما يدير وكيف حين هو م Previously انه حين انه حيث ه من ينظر الفرق الوطنى اتفاق الهواتف وكرف بعض الحقائق اللي هي خاطيرة فهو الآن غير في هات القضية تسبو الشتم تشوفوا شنا وقع له داخل السجن السيد منهار السيد في حالة نفسية صعبة السيد ولا يعني ما يياكلش وهذا الشي اللي هو خطير وخطير يعني تأثيرات صحية اللي غتتكون غتترجع له على الحالة دياله وهذا الشي اللي صراحة من اللي غيتحاكم في قضية ديالتجار البشر ربما صافي غتوق على واحد سكتة قلبية هذا الشي اللي بلينا صراحة سكتة قلبية لأنه الآن يعني عائلته يطالبوا بالصلح يعني في واحد القضية اللي هي أقل بكثير من القضية ديالتجار البشر اللي هي قضية خطيرة وخطيرة جدية جدا والقانون المغربي ره ما كيتسامحش في مثل هاد الحالة فما ما كان يعني المنصيب ديالك فما بالك هذا اللي هو من المؤترين السيد كيخرج كيتعطم العيالات السيد حاس براسو السيد كيبان عندي الفلوس فلا حول القوتي إلا بالله العظيم إخونا أخوتي فالآن يعني كنشوفو توسولات ديال هائلت وتشنوية فعلا توسولات ديالهم ديك يحاولوا أنهم يعني يوصلوا واحد صلح يعني في هاد القضية دي السبب القد فإنه كمشتو يعني المحامي اللي يخرج وقال يعني المباشير قال بأن هناك يعني محاولة الصلح وفعلا كهين محاولة الصلح وعما قارب غايكون صلح وغايخرج وغايبقى متابع وغايبقى تزاد علي ديك شكاية اللي تفعلوا فعلا ربما حكام ربما تفعلوا الشكاية وأنه غايبتوصل باستدعاء في ملف ديالتجار البشر وهنا في غد البداية وهنا في غبط التورطات وهنا في غيبقى يجبدو جميع المتهمين اللي عندهم علاقة في هاد الملف اللي هو خطير وخطير جدا سمعنا أنه كيني شفنانين كيني شو مؤترين اللي متورطين في القضية ديال وتشينوية كيني مسؤولين كذلك مسؤولين إخوان إخواتي يرا في القضاء مسؤولين في القضاء اللي كانوا يحميوا هاد وتشينوية فهذا مين اللي في الخطير وهذا شي لازم إخوان إخواتي أنه كنتمنى ومالله عز وجل أنه تكون واحد المتابعة ويكون يعني استقلالية في القضاء ما بغناش يكون فساد في القضاء هاد القضي ديال وتشينوية وتشينوية عنده ما يفيد لعنده شي أسرار ربما إخوان إخواتي اللي غزعزع جميع المسؤولين كلهم خايفين فعلا كلهم خايفين لأنه سمعنا أن بعد ما تم تفتيش ديال المنزل ديال رذا وتشينوية أقاو صوار أقاو فيديوهات أقاو يعني تجيلات أقاو يعني بزيال ألبومات ديال الفتيات ضحايا ديال هاد ولتشينوية فعلا ضحايا ديال هاد ولتشينوية وحتأنا وشي اللي تتم الكشف دياله وتتربوا في الموقع التوصل شي معي فهو إلا القليل فهو إلا القليل إخوان إخواتي قدروا نسمعوا وزير داخل في هاد الملف يعني كونت وزابون لهاد ولتشينوية قدروا نسمعوا سياسيين قدروا عليه لأن ولسكتنا عليه فالأكيد سنشوف الشي حويج ربما عمرنا مسمعناها فالآن كنتمنى ومرة أخرى أن القضاء يكون مستقل في هاد الملف مستقل في هاد ملف للتجار بالبشر خصوصا سمعنا واحد تسريبات واحد المعلومات كتقول بأن هشام المداه إلا قلت هشام المداه قبل أسبوع كان دلب صراح أمام الفرقة الوطنية يجمع ويجوه عارف رسول أن قال صافي أنا يعني عارف رسول أن دخل استجن لأن إلا تكلم و تشين و يعني صافي يغير فيها و في إلا و تشين و ما يجب و بقى هشام مداه فقى كي دي اللايف هدار كي تتكلم عادي لكن اليوم تفاجأ بأن هو توصل به تهديدات من أجل تراجع الأقوال دياله تراجع الأقوال دياله وهذا شي في حد ذاته خطير يعني بغينا نعرف وش كون هدو هشام مداه من بعد ما أعط المعلومات و نزيد هشام مداه رسول كل شي رسول أكبر خواف يعني أكبر خواف وقعت عنده كل دلائل والشاء يعني كل شي يكاتم في نفسه ولكن في الأخير قال بأن هو ما يمكن لي أن أنا ساكت على هذا شي أخصي شي شهادة لله لكن هو ما قال كل شي رقل إلا القليل وهنا لازم حماية هذا الشخص وحماية أي شهود في هذه القديدة التي جاء البشر لا يعقل أن هال التهديدات التي تأتي من هذه الأشخاص صراحة ستتشف واحد لا ستجد شهادة ومثال هذه التهديدات وآخر لكن أمثال التهديدات كان الكثير منهم لأن الكثير منهم يقدرون هذا شي ولكن غير ما يبانون لا تسترين يعني لا فضح رسم لكن سيأتي النهار الذي ستفضحه كما يخرج هذه الصوفية طالوني وفضح هذا التهديدات يعني بالدلائل وبالصور هنا فين ستكون حاجة أخرى فصراحة إخوان إخوات هذه إلا رسالة الناس يحاول أنهم يتاجروا في البشر يتاجروا في بنات بلادهم يقوموا بهذه الأعمال المحرمة من الله سبحانه وتعالى ونحن لم نتقبل أي شيء في بلادنا لأن نرى الناس يتشفون فينا ماشي من المغرب خارج المغرب هنا قنوات كثيرة التي خرجت وتكلمات على هدوث شنوية أي حاجة مرتبط بالتجارة دائما نرى القنوات سباقة بنشرة الأخبار دائما يقول المغرب مرتبط بالفساد بالتعاطي بالتعاطي بالمسائل ولكن هذا خطأ هذا خطأ إخوان إخواتي لأن المغرب إلا جينا نشوفوه عنده تاريخ عنده ماليه يعني الناس فيه الناس محافظين أما قلة قليلة يحاولوا أنهم يستغلوا يعني الحرية التعبير يستغلوا يعني هذه الحرية التي عايشين فيها بلادنا وليعطيها لهم السلطات فهذا شيء يخلهم أنهم يقوموا هذه الأفعال على العالم فعلى أي إخوان إخوتي نحن لا نستكتبع عن هذا الأمر وكنتمنى من الله عز وجل أنه في العاجل القريب يعني نشوفه يعني واحد العدالة واحد تسقلالية في القضاء باش يتمطي هذا ملف نهائيا ديال تجارة البشر والقواة ذا وبالتالي معاقبة أي واحد سولت له نفسه أنه يقوم مثل هذه الأشياء إخواني أخوتي فاحتل أطيل عليكم الكثفي به القدر في انتظار ما هو جديد ما تبخلوش علم بالليك أديركم بالبرتاج دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته